موسيقى نحن ناس مزارعين أهالي النشوة مزارعين من أبابنا وأجدادنا ونمتلك هاي الأراضي من زمان من النخيل من البساتين مثل ما تفضلوا الجماعة ونحن هذا المشروع نرفضه رفضا قاطع وبالنسبة نحن ناس متحملين الأمراض الشريكات هاي النفطية متحملينها كلها تلوث البيئية نقص الخدمات عدنا قلة المياه انقطاع الكهرباء فعدنا عدة أمور كثيرة وهذا نرفضه بتاتا وما نقبله نهائيا وندافع عنا لآخر نفس نرفع أصواتنا إلى المسؤولين في الدولة بإيقاف هذا المقترح وخير دليل ما عندنا هو دائرة مديرية دائرة الزراعة في الناحية وعلى علم وعلى اطلاع أكثر من بقية الدوائر حيث الانتاج الزراعي بالنسبة للحمطة والشعير آلاف الأطنان تصدر إلى وزارة التجارة ثانيا بالنسبة للنخيل الأرطاب والتمور التي تصدر في وقتها حتى محافظة بغداد والبصرة أكثر تجهيزها أكثر من 75% هي من ناحية النشوة وتعتبر ناحية النشوة الدرجة الأولى بالمحافظة من الجانب الزراعي والنخيل والبساتين والخضر والبقية المخضر أما نأتي إلى هذا المقترح فنرفضه جملة وتفصيلة أكو مكان أصباق أراضي فارغة لهم الحق في ذلك وعقد 35 الزراعي في فقرة إذا ما ينتم الزراعة مالته ومتروك يجد الدولة أن تأخذه أما تأتي إلى البساتين وتجردها وتترك هاي العالم وين تروح باشر هاي 90% هي عايشة بالزراعة هنا ثانيا بالنسبة إحنا معاوننا على الخدمات يعني لا ماء بالنسبة لانقطاعات الكهرباء المساعدات الزراعية العوائل الفقيرة اللي عايشة بالأراضي مالته أما تأتي إلى هذا المقترح وتنفيذها على هذه المنطقة لا والله صير الأمور يعني مرفوضة من كل الجوانب من كل المواطنين الذين يسكنون الناحية وهي مسافة بعيدة يعني 56 ألف دولم يعني ما شاء الله يعني هي الزراعة والنخيل البساتين بها الموجودة عامرة يعني الحمد لله فنسأل الله تعالى أن يكون المسؤولين على هذا الموضوع بنظر الاحتبار إلى حقنا وإيقاف ذلك المقترح وعند خير دليل هو مدير دائرة الزراعة اللي عنده اطلاع كامل على المنطقة فنشكر الهيئة الإعلامية التي إن شاء الله ترفع أصواتنا إلى المسؤولين ومن تقدمين لهم بالشكر والتقدير ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيابة عني وعن أخواني المزارعين الحنطة والشعير أنا أرضي متعاقدة على 600 دونم السنة سوقت من الحنطة والشعير 110 طن وعندي مزروعات من النخل والخضرة والجيت وحلال عندي بأراضي تتواجد بناحية النشوة شمال النشوة زين هاي إذا نجرفت أراضينا وراحت للتصميم الأساسي زين شون إحنا راح نوفر قوة للمواطنين ونعيش نفسنا وعوايننا زين هذا قرار يعني اللي اتخذته ناحية النشوة واللي وراء ناحية النشوة اللي تواجد بأي مكان اللي جاويت زين هذا قرار مشحف بحق المزارعين زين أنا سنويا بهذا الرقم أقول لك أكثر أقل أنا قاعد أحد مزارعين الخضروات من نسبة للنخيل والخضرة والبامية وبقية الخضروات بس جاي أنا جاي أحترض وجاي أندد بهذا القرار المجحف اللي قررته ناحية النشوة بحق المزارعين ما نقبل ولا نقبل نهائيا والأرجوه من المحافظة واللي يسمع صوتي ببغداد وكل خير إنه ساهمنا بهذا القرار لأن إحنا أخواني إحنا كذا إحنا من تاريخ قديم إحنا بالنشوة يعني مو اليوم مباشر ومئة سنة ومئةين سنة يعني زرعنا نخل وراح سوينا أراضينا وتعبنا على هذه الأراضي زين بيوم ضحاها تصبح الأراضي ما هي إنه ناحية النشوة عامة نقدم استنكار بخصوص قضية تصميم الأساسي للناحية والناشد المحافظ يسوي مخاطبة بينه وبين مدير وحدة الإدارية اللي هو مدير الناحية وبينه وبين المدير البلدية فإذا أبقى إحنا ناشدنا أكثر من مرة وحضرت قنوات أكثر من مرة ودزينا مخاطبة إلى وزير الزراعة وحضروا بعض النواب بالتالي إذا ما استقبلوا من عندنا هاي الخطوة اللي جاي نمشي بيها إحنا ورفضوا هذا المشروع لا والله إنه وقفة ووقفة احتجاجية وحقنا ما انتقيا حقنا بالنسبة ناحية النشوة مدير شعبة الزراعة ناحية النشوة رجل رافض هذا المشروع لأن حسب الكتاب مالته يقول 90% أرض زراعية تابعة للزراعة ما يتابع البلدية فإحنا بالنسبة أنه هنا الناشد الجهات المختصة بخصوص توقف هذا المشروع النقطة الثانية إحنا عندنا كتاب صدر من حقوق الإنسان بقضية الأمراض الموجودة عندنا يعني أصلا هي ما صح سكن سكن ما صح عندنا أمراض يعني أمراض كلش بشدة الأنواع وهو يريد يخليها مثلا دور سكنية ما ترهم يعني حقوق الإنسان الموجودة اليوم والبيئة من سواء وكتاب وأنطة والنتيجة قالوا هاي المكانات ما تصلح ما تصلح سكن أنت شون تجي هسا تريد تخلي بها دور سكنية معقول يعني مؤسسة يختلف راهي عن مؤسسة أخرى ما تصور هذا الحاج نحن نشكر تواجدكم ويانا تعاونكم جاكم الله خير بالنسبة لهذه الأرض هاي إحنا سيرثناها تذكر على رابع جد من أجدادي طبعا هاي كانت كلها نخيل والنخيل تعرف النخيل إذا تعدت عليه فترة يكبر فيطيح بقت نخلة وحدة هاي مثل ما تقولكها شاهد وعدنا النخل احنا هذا هتشوفه وعدنا شتالب مرة أخرى والحمد لله جاي تنتج يعني تذكر هاي تقريبا صار أكثر من 200 سنة لأرض وحاليا جاي نزرع احنا أشكال المخضر هذا عندك خضروات ريحان ضامية عندك هاي خير من الله وبقية أصناف الخضروات بالأضافة كنت تزرع طماطعنا طبعا خبس سنتين ثلاثة أنزل بيمكن حوالي بالسنة أكثر من ثلاثين إلى خمسة وثلاثين طن طبعا دعم ماكو لهذا السبب تركنا الطماطع ماكو دعم للدولة فحاليا نزرع خضروات وات تشوف انت أنواع الخضروات يعني يحولون هاي القيعان بالدعاء أنه خدمات خدمات خوال أكو غيرها أكو قيعان باقية فارقة ما مزرعة خوال ليش يجون للأراضي اللي عيشتنا عليها وقبل يعني من قبل 300 سنة من أجدادنا إلى آبائنا إلى احنا نحن عايشين بيها حاليا مو معقولة هذا القرار بصالح المواطن وهذا الشي مرفوض طبعا نطالب أنه هذا القرار يرفض طبعا راضينا جملة وتفصيلة وإذا ما يلقي هذا القرار قد تكون النتاج وخيمة اليوم مصنى إلى هذا أي حكومة تجي مع الأسف ما تدعم النشوة حس المزارع ربما كان يزرع يعني مربيدة حسا ما يقدر يريد لها موكينة يريد لها ماء يريد لها ما شفنا هذا لا من صدام ولا من قبل صدام ولا من الحكومة اللي جثت حسا بالعكس إحنا تمنينا من تجينا حكومة تدعم الزراعة حتى تصير أكثر من هذا تفضل هذا هذا جهد يدوي وجهد مادي شخصي ما خاذ على الزراعة يوم اليوم قد تسلفه أو قلت له هذا دعم إليك هاي واحد الثاني هذي اللي يشوفون هسا مصور هذا ما ناتج البيت واحد صح مادة البيت واحد ولكن أكل إلما يمكن للديار والنشوة والقرنة وإلى آخر هاي ثاني شوفوا هاي المسروعات الورقية وغير الورقية نرجع إلى ما كانت تزرع النشوة زرعة الشلب وزرعة التجنب اللي هو كتان يسموني السفرون وزرعة النخل وزرعة الشجرات هذه النية الورقيات وغيرها حتى البطيخ حتى الرقي حتى أنا بالحمضيات زرعته هذي محل جاهد هم كلهم يعرفون كلهم زرعة بويدهم ذو الموجودين أسا اليوم جاتني مشروع جديد إحنا حسبنا المشروع يدعم الزراعة ويطورها ويجوون للماء عندنا خلطونا نخل ويجوون لتارك قاعة يقولوا لي يا با يحفزك على قاعة رأسا هو الدونم يمكن مصالح الزراعة 40 نقلة خوش يقولوا لي عندك 10 دوانم يريد عندك 400 نقلة خلال سنتي إذا ما تزرع نجيب إنه واحد يزرع قاعك حتى يتحفز شوي ناتج هي المن الناتج هي الدولة والمزارع إذا حصلها مثلا عندك 20 دونم ما يريد حتى الشركة مثل بسيط بلا زحمة المثل البسيط أنا أشتغل بشركة يطوني مليون السنة مالتيش قادة 12 مليون تنقص مازيو عندي زراعة توصل بها إلى 50 مليون سنوين يا من الأحسن خل تشعر الناس يا من الأحسن حتى تصعد للمسؤول المسؤول جايب لمشروع يريد يجرف أرجوك أرجوك تجرف هاي الناس التعبة على هاي النخل تجرف على هاي المنازل عندك أرض متروكة بيننا وبين إيران ما حد يوصلها من مئات السنين خاف أقول لك مش من الدولة العثمانية لا من الأموية أحسك أنها بيننا وبين إيران خلي فتحهم أنت جايني على رزقي تخربه ولا تتعمر لك فكرك فكرك مرفوع أخير ما أقوله وذولي أخوتي موجودين دولي يمثلون النشوة كلها هذا المشروع مرفوع برفضا قاطعا خلونا على حطتنا حتى دعم الدولة ماريدة بس على حطتنا ظلت إذا تسألني أنت أو تسأل الدولة النشوة مظلومة من ناحية البلدية نحن نقول مظلومة ونحن نحط لها بلدية مو يجي واحد ينفذ العقل نحن أولاد النشوة من كل قرية نحن يمكن قتل الأخوان من كل قرية يخذوا لهم ويدونة هذه يشترونها ما يشترونها هذه الشلمة ترى تاريخية كان ينطون الدولة من الأراضي المملوكة قسم حتى إذا أبو الأرض يتبرعوا له ما عدر خزينة تطي الأهالي تتبرع له تأخذ هذه القطعة تسوي بها خدمات نحن نسمى من هنا كل دولة كل قرية من قرى النشوة خاصة ميت دونم خاص لخدمات النشوة بسرعة بهاي القرية بهاي القرية بهاي القرية بهاي القرية بهاي القرية قسم آخر إلى الصحة وأبوك الله يرحمه حاضرين نحن حتى ندفع ثلوس هاي الميت دونم كل قرية تدفع له ويضل هذا هذا أهن نطلعنا هاي القطعة عشنا بها مئة سنة أنا رزغي معاشت كل على هاي الزراعة وعلى النخيل وعلى هاي الزراعة هتشوفوا في التبعات شو ما تأثرت أنا بسمعت كلام ما حد تأثرت أصلا شو ما تأثرت هو تهتشوف كل هاي الشباب وكل أشتغلوا هنا وين نروح هنا إذا خذها مترا هنا هنضل شين فاتت يعني شين فاتت السكن وها شين فاتت ما يفيدنا إشي هنا نعيشتنا على هاي الزراعة كل شي ما عدني يعني إذا خذوا شبر ما عندنا تأثرت هنا وكلوح عندي هاي كوح عندي خميسة نخلة ستمية نخلة وين نروح إذا أخذوهن لا رواتب لا كل شي ما عدني يعني أفصل شي غد مع رعاية ما يحيطين لرعاية أفصل من هاي وعندنا ناس مرضى يعني إذا خذوا الأراضي ما عندنا هاي نوين نروح ننضل كل شي ما عدني قاعدين سهل وغلط طب مثال حسي يعني إذا أنت إذا أنت ما شطلت بهاي القاعد ما حشيت ولا بعت الظلم ما عندك لسمية عندك عشتها وكما ستصرف نضل قاعد كذلك نرفض نرفض هاد الشي حياكم الله وأهلا وسهلا بأراضيكم وخدام لكم إحنا بهاي الناحية طيبة ناحية النشوة منطقة المدنية محافظة البصرة أنت لما إجاك هذا الموضوع أو رفع إلك هذا الموقف بنوان تجريب الأرض أو تصميم الأساس توسعة على حساب المواطن الفلاح الفقير بهاي الأراضي وبهاي النواحي المفروض ترفض هذا جملة ونفس وإحنا الرفضة رفض غاطع لأن أنت كنت أمل وحال الحاضر أصبحت ضدنا مو عون إنا وإحنا عتمنا على الدوائر الموجودة المختصة لرفعة هذا المشروع المجحف نرفض رفضا غاطعا وهذا يضر بناسنا وأهليتنا وفي لحنة وهذه الأراضي المستحيل أنه يقدر على قاضي أو مسؤول أو أي وزير أنه يقبل ضمير أو ذاته تتجرف هاي الأراضي وتتحول إلى منتزهات أو مجمعات سكنية أكو أراضي خالية صبخ عندنا من الشلام لحدود إيران آلاف آلاف مئات الآلاف الدوانم فأنت لما تجي ترفع هذا المشروع على الأراضي الزراعية هاي اللي تعيش عليها المواطنين وتغذي المحافظة هذا مرفوض وأصلا أصلا بدون مهنية وبدون جدوى اقتصادية كان هذا تصميم وتخطيطة غير دقيق والمفروض الجهات المختصة الجهات المختصة علنت أنه ما عندها علم بهذا المشروع وتخطيطة وتنفيذة إلا فات الأوان بعد فترة طويلة سنوات سنتين أو ثلاثة المختصة إحنا اللي مراجعتنا واختصاص اللي تواصلوا يعني مدير زراعة المنطقة اللي هو دارة زراعة النشوة فيقول أنا هذا الموضوع ما عندي خبر به إلا صار سنة فهذا مرفوع اللي صارت للسنوات وهذا يضر بحياة الفلاح واختصاد البلد واختصاد ناحيتنا والمحافظة وباقي المحافظات تصدر لها من هاي النواحي وهي هاي العمود الفقري لمحافظة البصرة ناحية النشوة على امتداد الغاطع مزارع نخيل فواكه عندك خبر بأنواعها الطماطة الإخيار بيتنجان البامية وعدكم الصور موجودة موثقة البامية دقيقة عدنا ناس عدنا ناس تنظلم وعدنا ناس انظلمت بهذا الوضع عدنا غلة مياه بالأنهر اللي أكو إذا أكو يدعون أراضي صبخة وما صالحة الزراعة هاي غلة الدعم والناس عاطلة عن العمل ما عندها امكانية تستصلح أراضيها بسم الله الرحمن الرحيم نحن مزارعين ناحية النشوة نرفض هذا القرار رفضا قطعا هذا القرار يعني يضر مصلحة جميع الفلاحين من حيث هذا ناحية النشوة لو بالموقع الجقرافي نغطي قضاء الدير من ناحية المواد التسويقية فهذا القرار يعني مرفوض جملة وتفصيليا فنرفض هذا القرار رفضا قاطعا ونحن ما نريد نجرف الأراضي الزراعية لأن عايش عليها العوائل وكل والأيتام يعني وفقراء فهذا القرار يعني قرار مرفوض فقبل لا أنا شنت على ضمن البلدية إجا هذا القرار وأنا أول ما دعت بالقرار قلت هذا القرار رفضا قاطعا لأن للأسف للأسف كل الدوائر الموجودة الموظف المختص ليس مهنيا فهذه الأمور هي هي الغلط وليس هذه الشغلة الموظف مو مهنيا فلهذه الشغلة صارت هالي شكالات فهذا إحنا وقفتنا في سبيل نوقف هذا القرار لأن هذا القرار يعني جائر وما يخدمنا برايك هذا القرار صحيح؟ لا هذا قرار قلط وأنا أول ما قبل لأحيل على التقاعد داعيت بي وقلت له هذا القرار ما يصير إحنا مدير بلدية يعني يريد يقدم خدمات فالخدمات مو هاي الطريقة يعني خدمات مو هاي الطريقة يقدر بإمكانه يقدر يسوي كرفان مثل بلبو بصيري ويخلي قسم بلدي قسم بلدي يخلي بي أربع كابسات وموظف فهو هذا الأمر يقدر يخلي كرفان ويخلي بي قسم بلدي وموظفين وكابسات يقدر ينطلق لأنه هو انطلاقته محدودة المدير بلدي ينطلاقته محدودة فريد يخدم ناسه شون يخدمهم فهذا القرار غلط يعني بدل ما انت تجرف الأراضي اللي عايش عليها الناس فسوى لك قسم بلدي قسم بلدي يعني كابسة وأربع موظفين وكرفان يكلفك عشر ملايين بدل ما تجرف هاي الأراضي نموين قضايا الدير الدير شون علي محافظة البصرة يعني إضافة إلى عدنا أصحاب الجاموس أكثر شي عايشين على مناطقنا بالنسبة له الحشايش يعني كلهم هم جاي يعني شون الجاموس الحيوانات فهاي كلها يعني عايشة على منطقة النشوة من ناحية الموقع الجغرافي فإحنا هذا القرار إحنا وكفتنا هسه احتجاجا على هذا القرار يعني القرار نطالب كل المسؤولين أنه هاي ينظرون بقضيتنا يوقفون هذا القرار لأن هذا القرار مو صحيح يعني صدق توسيع الأساسي التصميع الأساسي يعني مو بصالح المواطن نشكر غناتك من الموفرة اللي واصلتنا ودعمتنا على هذا الغانون يعني يجحف الزراعة يدمرها يعني حيشتنا على الله وعلى الزراعة زي أنتو جاينا بغانو تسوي بيوت وقطع أراضي وتوزعها للهار ناس سكن زي أننا عشتنا على هذه الزراعة وعلى باقت الخضر وعلى هذا يمنحوا نفطية الله وكلا مستفادين معدها لا شي اسمي يعني الغريب يجي يشتغل بيها والدول الغربية يعني كلها باستثناء يجون يشتغلون بيها وإحنا قاعدين وإحنا أغرب الناس له الأمراض خبيثة علينا الدخان علينا وعلى الله وعلى الزراعة يعني ماكو لا مثل ما تقول تعيينات لا فتشي لا ماكو تطلع بيها 10.000 باقة بيها 10.000 دينار يعني أغودي يومي لدينا يعني العوائل ناس كله احنا صاحبين عوائل كله احنا صاحبين احنا وين نروح احنا جاي نطلب هذا الشي احنا لا نرفع هذا الغرض علينا وين نروح وين نط وجوهنا يعني احنا عيشتنا على المزارع هذا موش صيفي وموسم شي طوي وما عدنا غير هاي يعني وين تروح على وقت جيبنا يعني وظائف يطيني منه ويوظفني ويا الوظيفة وصلت خمسة وستين ورغبة بحقول النفطية عدني من هو ينتبه هنا من هو ينتبه هنا احنا ناشد محافظة البصرة اسعد العيداني احنا ما نتنازل على الأراضينا يعني صارنا آلاف السنوات نزرع بيها من أبا أبانا من اجدادنا ورثناها احنا ما نقدر نطع هذا الزرع على الأراضينا ما نقدر نطيها الحيث الموت يعني هنا ما نطع أراضينا الحقيقة احنا بالنسبة للناشد دولة رئيس الوزراء والناشد وزير الزراعة والجميع المسؤولين في الدولة التدخل بهذا الموضوع والناشد السيد محافظة البصرة المحترم والسادة المسؤولين على هذا الموضوع لعادة النظر بهذا المشروع بما به الأضرار الكبيرة على الأراضي الجراعية الحقيقة احنا توجد في ناحية النشوة الكثير من الأراضي الجراعية بنسبة يعني 100% وترفد الاقتصاد العراقي على مستوى محافظة البصرة من الخضر ومن النخيل ومن التمور وجميع الأمور الجراعية المنتجات الجراعية احنا الحقيقة هاي البساتين وهاي القابات رغم شحة المياه وقيرها وكذا وهي اللي جاي يحكون عليها احنا الحقيقة بالبصرة لا تجددين الشحة الماء موجودة هاي الأراضي هالقدامكم مستقلة وأراضي موجودة ولكن شيني بعض المسؤولين اللي هم ما يطلون موافقات حتى الناس يزرعوا وكذا ما يطلون موافقات احنا عدنا الماء موجود متوفر طبعا بالأنهار من يتروح للموارد المائية وغيرها يقولوا نحنا عدنا كتاب من الوجارة ما نطح الصمائية فهي البعض اللي ما جارعين من المزارعين البعض يعني القليل اللي ما جارع هو سبب هالدوائر الحقيقة يعني بعض الدوائر اللي هاي ما تطلون موافقة وبعض الأراضي اللي يحكون عليها بعض الأراضي اللي مثلا ما حد متعاقد عليها يعني هسه الفلاح من اللي يجي يروح يراجع للدوائر الدوائر ما تطلون موافقات ليش ما تطلون موافقات يعني هاي الأراضي اللي شفتوها بعض الأراضي القليلة اللي باقية ما مستقلة أولا إذا يردون حصة مائية ما تطيه مزارة المائية حصة لأن يقلك هذا الكتاب مكفين الحصة المائية المفروض إحنا محافظة البسط تستثنى من هذه الأمر وخاصة ناحية النشوة لأن بما بيها من الأراضي الصالحة للجراعة وما بيها يعني ما ينام توفر موجود وبيها ناس مزارعين يعني أباً عن جد عندهم يمتلكون يعني خبرة بالجراعة فإحنا أكوى أسباب اللي هي جاي تخلي وسببها يعني بعض الدوار الحقيقة سبب بعض الدوار فإحنا نطالب من سيد رئيس الوزراء ونطالب من المسؤولين ونطالب من سيد المحافظة عادة النظر بهذا المشروع بما به الآثار على الواقع الزراعي إحنا عدنا هنا حقيقة بنحية النشوة أكوى يوجد تلوث وحتى اللجنة اللي مالت التلوثات اللي إجت قبل فترة اللي هي رأسها أحد الدكاترة من جامعة البصرة يعني وصوا بزيادة رقعة زراعية يعني مو تقليل رقعة زراعية إحنا اليوم نحتاج أن نوسع رقعة الزراعية حتى حتى نقلل من التلوث هس إحنا هنا يعني شن يعجب مشروع هات توسيع تصميم البلدية ممكن الأرض اللي منتفية بيها الصفة الزراعية مثلا متحولة إلى صباخ متحولة إلى هاي بيها مجال يستخدمونها إلى السكن وقيرها وهم حقيقة هذا العمل يعني يخالف قانون 80 يعني قانون 80 يقول لكذا انتفت الصفة الزراعية من الأرض تروح للبلدية هس إحنا هاي بساتين مثلا بساتين معمرة بساتين منتجة وأيضا كثير من الناس عاش على هذه البساتين ومشغلة أيدي عاملة يعني أعدات كل تشبيرة أيدي عاملة زيان إحنا سريد نسأل وريد الناشد الحكومة يعني انت ذا خذية أرض من شخص خذيتها هو أرض مستقلها وخذيتها من شخص هل توفر له مثلا فرصة عمل معكم تقدر توفر له فرصة عمل لا توفر له غير يعني مصدر معيشة هو معيشة هاي الأرض أنت تاخذ الأرض الصالحة للزراعة يعني مثلا وتقل روح أنا رجل سوية سكني والله أنا مضايق وعدي يعني مثلا توسع سكاني نعم توسع سكاني أكو قوانين اللي لازم نطبقها قانون الثماني لازم نطبق 100% لأن إحنا هاي أراضي شوفونها سبعينكم هذه الأراضي وهاي اللقابات من النخيل والناس مستقلتها أبا عن جد هاي هذا البسان هس اللي قاعدين بي يعني صار له سنوات حتى بالمثين سنة نحن مزارعين وفلاحين ناحية النشوة نرفض رفضا قاطعا قرار توسعة التصميم الأساس للناحية على حساب المزارع أود أن أوضح أن ناحية النشوة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد في محافظة البصرة كان أبو الخصيد والآن الدرجة الأولى تعتبر هي ناحية النشوة بتقدمها على جميع المناطق بالدعم الاقتصادي للبلد وهذا القرار لا يكاد ويخلو أن يعني فيه نوع من المؤامرة أو تنفيذ لأنجندة خارجية على اقتصاد الوطن البلد بصورة عامة شلون لأنه هذا راح يجرف الأراضي الزراعية وقلنا إحنا هي تعتبر عمود فقري للاقتصاد عندنا محافظة البصرة جاي نصدر الأرطاب بأنواعها والتمور الحبوب المحاصيل الشتوية الحبوب الحنطة والشعير آلاف الأطنان جاي نسوق دعيك عن الخضروات وبقيات المحاصيل هذا زيان كله راح يندمر على حساب التوسعة العمرانية أكو توجد مناطق شاسعة ما مستفاد منها وما مشغولة ممكن الاستفادة منها وشغلها أكو أريد أن أوضح نقطة أنه المزارعين اللي ما عندهم ممكانية لاستصلاح أراضيهم أو استغلالها بصورة صحيحة بدل ما أروح أجرفها أنطي اندار يابا تزرع الأرض مالتك اي تفضل ما تزرع آخرها منك هذا نقدر أنطي دعم يقدر يستصلح الأرض مالتك وبهذا الشكل نقدر ندعم اقتصادنا الوطني والحمد لله رب العالمين إن شاء الله نحن مستمرين بالتمويل الذاتي تمويلنا ذاتي ماكو أي دعم شكرا